اه نتحدث اليوم عن الكسور العشرية جزء العشرة والجزء من المية والجزء من الالف. النموذج ده اللي قدامنا ده عبره عن مستطيلة هوة. المستطيل ده فيه اه جزء منه مضلل. جزء المضلل ده يعتبر كام واحد على عشرة. يعني الاجزاء دي واحد اتنين تلاتة اربعة لغاية عشرة. فده واحد من عشرة. الجزء اللي تاني ده عبارة عن نموذج مقوم من مائة جزء. والمضلل اه اه اللي احنا شايفينه ده واحد من مية. يبقى ده ايه? واحد من مية. طب احنا بنعبر عن الكسر اه بطريقتين. ياما بطريقة اعتيادية او بنسميه الكسر الاعتياد يقول واحد على عشرة او واحد من عشرة. برضو واحد من الف او واحد من الف. او بوينت ديرو وان. او بوينت وان. اه بنقول عليه اه اه واحد من عشرة. او واحد من مية. او ده نموذج ده واحد من الف. الواحد جزء من الف جزء ببنقول عليه. واحد من الف او واحد على الف. طب لو احنا قلنا ان الجزء المضلل ده متين وحداشر على الف. هيبقى ايه? نقرأ ازاي نقول مئتان واحد عشر جزء من الالف. جزء المضلل ده. عبارة عن واحد واحد صحيحة هو. ده مربع كامل. والجزء ده فيه تمانية وستين واحدة مضللة. واحد وتمانية وستين من الف. يقرأ واحد وثمانية وستون جزءا من الالف.